دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتكفيف منابع تمويله وأكد الرئيس السيسي سعي مصر لتقديم المساعدة لدول القارة من خلال تكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب والمشاركة في بعثات حظ السلام الأممية وموصلت تلك الجهود من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ومقره القاهرة جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الوزراء مصطفى بدبولي نيابة عن الرئيس السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس خلال اجتماع الهيئة الموسع لمكتب قمة الاتحاد الأفريقي الذي عقد تحت رئاسة الرئيس فليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو ديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي كما أكد الرئيس السيسي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء أن مصر كعهدها لن تدخر جهدا نحو العمل مع أشقائها الأفريقى بما يسهم في تخطي التحديات التي تواجه القارة الأفريقية من جهته تقدم رئيس تشيسيكيدي بالشكر للرئيس السيسي على جاهزية مصر لتقديم مزيد من الدعم لتعزيز قدرات مختلف الدول الأفريقية شكرا شكرا